برضو سؤال كتير بتسئله من المرضى التعليمات اللي ما قبل الجراحة وما بعد الجراحة الحقيقة ما قبل الجراحة أنا بحب أن المريض يستريح ما يتحركش خالص لو بيعمل اللايف ستايل بتاعه مش مزبوط لو فيه ستراس لو فيه بيش شب سجيل لازم يبطل لازم بيبقى فيه تحضير للجراحة فيه تحليل معينة بنعملها وفيه أشعات وفحصات معينة بنعملها وبحب أن المريض يدخل للمستشفى قبل العملية بيوم وبنعمل في المستشفى كل الفحصات اللي هو ما عملهاش وبنكشف عليه كشف كامل نايب الجراحة أو الدكتور اللي موجود في المستشفى الجراحة بيعد عليه بيحضره تحضير كامل الدكتور التخدير بيعد عليه بنفسه يحضره تحضير كامل وبعد كده بيخش للعملية التعليمات اللي بعد العملية أنا بحب دايماً الشهر اللي بعد العملية المريض ما يقيدش نفسه في الأكل بحبه يأكل كل أنواع الأكل علشان الجسم في الفترة دي محتاج كل أنواع الأكل علشان الالتقام الكامل للجروح والجسم عمتاً بعد شهر بيعمل تحاليل لكل أعضاء الجسم المختلفة وساعتها بنقدر نحدده في الأكل اللي هيمشي عليه أنا بحب المريض يتمشى كل يوم مرتين مرة منهم تبقى برة البيت يتمشى إن شاء الله ساعة في النادي في التراك في سجنينة في أي حتة فيها هوى كويس اللايفستايل بعد العملية كله لازم يتغير لأن العملية دي لها أسباب المرض اللي جاله ده ليه أسباب الأسباب دي كلها إحنا لازم نتحشاها عشان ما يحصلش تاني اللي حصله أو يحصل ممكن يحصل في شرعين أخرى حتى غير الشرعين اللي حصلوا فيها مشاكل فاللايفستايل كله لازم يتغير لازم جسمنا يبقى كويس نخس ما ناكلش دقون طريقة الأكل والقبيف مهمة جدا ما ناكلش بسمنة ما ناكلش بزبدة ما ناكلش بزيوت نش كويسة لو حد بيشرب سجير لازم يبطل لحاجة لازمة جدا السترس مهم قوي اللايفستايل عموما بعد العملية لازم يتغير علشان اللي حصل ما يحصلش تاني وده بالمتابعة بيباني أنا زي ما قلت لحضراتكم أنا بشوف المريض كل ثلاث شهور بتحليل جديدة وبعد أتكلم معي وبكرر الكلام ده هو هو كل ثلاث شهور والحمد لله الأمور بتمشي كويس وإن شاء الله ما يبقاش فيه أي تدخلات أخرى في القلب أنا أتمنى لكم العمر المديد يا رب والشفاء الكامل